معا على الهاتف قاله السيد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي السيد شريف أهلا بيك السيد شريف أهلا بيك السيد خيرات السيد إبراهيم الحقيقة أنا ما كنتش عايز أدخل هذه المداخلة لإني قاعد مستمتع بهذا الحوار الراقي السيد شريف وأنت حمد الله على السلامة السيد شريف أولا حمد الله على السلامة الله يسال وأنا بقولك وأنت الرجل الإعلامي بقى عنده رصانة الإعلامي وعنده الحس أن يلتقط الأمور ويخرجها بالطريقة السليمة تحدثت أنا على أجواء أو عنوين ولكن لم أتطرق إلى تفاصيل وكلام رسمي لأن أعلم أن الحدود الرسمية لازم تكون من خلالك ومن خلال الكابت الخطيب لو سمحتوا لنا كيف كانت هذه الصفرة وكيف رأاها الكابت الخطيب ونقالها إليك وما هي الفوائد التي يمكن أن تقولها لنا يعني خليني أحيي حضرتك الأول بشوانتك لأنه الموانت عد للقاعد يعني طول عمره قيمة وقامة كثيرة بجسبلنا في نادي الأهل الحياة بتعلم منها كثير وسجلت إلى الأستاذ إبراهيم البنيسي هذا الفحق النابه إذن استمتع دايما بكل ما تقدمون تفيده مش بس محبة وعشق الأهل ولكن وطنية أيضا بهذا الوطن فأنا بشهركم وبحييكم شكرا لنصو الشريف داريت نعل الصوت يا جماعة شوية فأنا الحياة لو أزلتني لموانت عدد القياي أنا كنت يعني شاهد عيان على ما حدث لكن باسم مجلة الإدارة وطبقا الحياة لمدار بيني وبين الكافة المحمود الخطيب مجددا لو أكد لحضراتك لشمهانتك الزبهيم ولجمهور الأهلي العريض ولأعضائه أنه النادي الأهلي محكوم بدخطور عمل من الإخلاص والضوابط الحقيقة والأخلاق والمحبة والأشق لهذا النادي تدفع كل من ينتمون إليه إلى العمل في بوتقة من أجل فعلا أن يكون النادي الأهلي واحد من أهم الأدية على مستوى العمل خلاص نحن تجاوزنا بلا غرور يعني المحلية والإفريقية وحتى المنطقة العربية والآن أنت بتحدث عن الانتقال إلى مصطف الدول العالمية هناك علاقة شراطي وأنا أعجبني جدا وصل مواجهة عدد قياه مع الأشقاء في المنطقة العربية يمثلون رجل دولة على أعلى مستوى من الخلق والمحبة للنادي الأهلي أولا بصفته أهلاوي معاشر هو معالي الوزير جميعنا يدرك مدى عشق هذا الرجل المنطقة العظيم ورغبته الصادقة في التعاوم وإقامة شراكة ودعم النادي الأهلي يعني بشكل لا منتهي ولا محفظ هذا الإطار زي ما تفضل المنطقة الشيء الصباحين هناك أطر هناك سموحات كبيرة جدا يعمل علينا مجلس إطارة النادي الأهلي بقيادة الكافة المحوية القطيب مع السيد وزير تركي آلة الشيخ لتقديم نموذج فريق من نوعه فيما يتعلق بالزعم وإنشاء أو الاستفادة من مؤسسة النادي الأهلي العقيدة في إنشاء كيان كبير متبثل في مشروع هو بالفعل مشروع القرد بدون مبالغة يكون نموذج أولاً بالاستثمار وهذا ما تفعله الدولة المصرية رقم اثنين يقدم النادي الأهلي الهدية لجماهيره ومجلس الإدارة قبل أن تنتهي مدته الأولى أو هذه المدة ما يكون لدى النادي الأهلي إن شاء الله مدينة عالمية تليق باسم النادي وبجماهيره في القلب منها السادة عالمي إن لم يكن واحد من أفضل ملعب أو سنين على المستوى العالم كيف يكون هو من أفضل عشر بلاعب بلا أدنى مبالغة الحقيقة أن هذه الزيارة متصوب في عدة إشجاهات إبراهيم وانساعد لي أولاً نوصيد وتمثيل هذه العلاقة التي هي قوية ومثينة مهما حاول العادسون أن يعبثوا أو يحاول أن يتوقيع بين النادي الأهلي وبين الأشقاء السعودية ومعالج التشار سكي آل الشيخ رقم اتنين أنت أدخلت السعادة والبهجة على قلوب المغتريبيين وعلى قلوب المصريين العظام اللي وفدوا كل حد من وصوب في المملكة إلى أستاذ الأمير فيطر ابن فهد أو فهد ابن فيطر عفوا لحضور هذه المباراة شاركت في تكريم نجم مديالي عظيم هو نجم فؤاد أنور أقمت شراكة والحقيقة توافق أو توافق الكبت المحمول القصير مع معالج التشار على مجموعة من الخطط المستقبلية للتعاون بين المملكة العربية السعودية وبين مصر في هذا المجال الرياضي تتكلم عن النادي الأهلي اللي هو قاطر في الرياضة ليس فقط في مصر ولكن في المستقى تتكلم أيضا عن المسار توركي اللي إدر الحقيقة يمزل جهد كبير جدا لتنسيق مواقف السادة المستقبلين من أجل تخدام اسم النادي الأهل ويقول في شراكة لبناء هذه المدينة العالمية اللي هنسمع أخبار تعيدة جدا في غضون 10-12 يوم كثيرة على أقصى تقدير وسيطر أسبوعين على أقصى تقدير هيكون في تفاصيل كثيرة جدا وسيتم توقيع العقد المهائي والإعلان عن التشاري والشفة لا تشتغل ومدة التنسيز والمرحلة الأولى هتنتهي إمتى نهيك عن التوازن المالي والفني المتحقق بفريق كرة القدم والتحدث عنه أستاذنا المهائي فيما يتعلق بالإعارات وغيره ودعم المستشار تولكي ألف ميخ الحقيقة للفريق الأول لفريق كرة القدم فيما يتعلق بتحمل كامل صفحة صراحة الصم أو المتاعدة في الإعارات اللي أنثمت لتحقيق أو ما هو أكثر الحقيقة من التوازن المالي والفني على حد وصل كثيرة على تحديدها بالشافي باعي بيك يشاركوا في دوري قوي جدا ما كانوا يشاركوا في دوري المصري سيعودوا إليه في مستوى فن أرقى دخلت خزينة النادي مبالغ مالية تساعد بإطار البحث عن موارد تموين مديدة واتططع لقتك بعدد كبير من الهدية السعودية وانت تعلم شعب السعود الشقيق كيف أنه محب للنادي الأهلي وعاشق لفرة القدم بشكل عام ومتابع جيد شأنه شأن المصريين تماما لكل تفاصيل النادي الأهلي قطعت الطريق على هؤلاء الذين يحاولون الصيب في الماء الدعاكر لضرب السين صحة تعبير فيه بعلاقة على أمانيهم يعني تتحقق منع هذه الشراكة وهذا التعاون ظنا منهم أنه ممكن يحدث نجلة الكابل المحمود الخصيم ويعيقه عند حقيق البرنامج الانتخابي وأماله وصفحاته بالنسبة للنادي فالحقيقة هي زيارة إضاية الأهمية كلها مكاسب على المستوى التعاون الثنائي على المستوى الجماهيدي على المستوى العلاقات بين المسؤولين أعتقد أنه لما شفت الكابل المحمود الخطيب بعد أن عادل من لقائه بأبو ناصر يعني دايما يحب ناديه دايما أنه لي ما كان في قلبه هو والمهانسة عبد الخطيب الحقيقة يعني بقي لي اه 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 اجتماع خاص دي معالي المستشار بعد معالي الجهاز الثاني والكابل عبد العزلات الشافي اه الكابل الخطيب اللي كنا رحيم فيه السيارة يعني الحقيقة كان شخص تاني كان شخص وكابل المحمود الخطيب دي نشوفه بعد هذا اللقاء وبعد أن يعني يعني ومجلس ادارته الحقيقة المخترب اللي يقوله على قلب رجل واحد ويعمل فيه تناوم وكاد محمود خطيب يقوده بالمتهم حكمة والرش المهانسة عبد الخطيب اتعلمنا وشوفنا دايما أنه مجلس اداره قد يكون فيه تباين في وجهات النظر لكن عندما يخرج قرار الجميع يؤمن بهذا القرار ويدافع عنه لكن يدهشك بقى الحياة اصدر إبراهيم واستاذنا المهانسة عبد الخطيب أنه حتى مجلس ادارة النادي الاهلي حاليا بعد ست اجتماعات استطيع القول بملء فيه أنه لا يوجد حتى تباين هناك تناغم وتوافق الحقيقة بين الاعضاء والسيد الرئيس على اعلى ما يطمئنك تماما على متقدر النادي بأنه فعلا ما هو قادم انصح ووفقنا الحقيقة ووفق مجلس ادارة يعني في تنفيذه مش بس الناس تصاب بلوثة او الكاريهين على حد وقت عبد الخطيب لا سيصابوا بصدقة كبيرة جدا الحقيقة تؤكد بيهم مجددة لنادي الاهلي سيبقى خارج فتبيرنا بصدق خيامه واخناقه ومبادئه وابنائه الذين يعملون بأجهة طيب أستاذ شريف كابتل خطيب لسه راجعين مبارح والنهاردة اعتقد كان عنده برنامج عمل مضغوط برضه يعني تقول لنا البرنامج النهاردة اجتمل على ايه خليني بقى تقديرا للموانس عادلي والحادثة في السيبراهيم ولقناة النادي الاهلي يعني كان فيه توجيه كده من كابتل شوية حاجات كده بقى من النهاردة اه كان كده وجيه اني أبص حضراتكم حقيقة اه يعني ببعض النهار اللي حدث كانت تزاليها دلوقتي يعني في الحضر للمترنامجكم وللقناة ونفس الوقت اعتقد انا يعني احب بس مع تعليقكم بعد ما اقفل معكم عن اتفضل هذا الامر فضل اه اولا كان عند اتماع شركة الاهلي التاجي الاعلاني وكان مع المترجم العام فاروق نائب رئيس النادي والسيد الاستاذ خاند التربدالي النسو مع شركة ايجل اللي هي مستحوذة على اعلام المصطيين كان بيمثلها السيدة المترجم العظيم داليا حرش الرئيس المجل الإدارة والعضو المترجم بإعلام المصطيين والسيد المهندس التانس الصباحا حتى ثلاثة اه بعمل يعني مع مطور تم المناخ جديه عن سبل ايضا التعاون عن تقدير القناة عن اه كل الامور المطروحة عن بعض المعوقات اللي كانت في اوقع الصلاحة قوية القناة الاهم بقى اللي انا حالي بقوله الحقيقة السيد الرهيم هو ما يتعلق بانه كان فيه عقل موقع بالشركة الاهل للتاجي الاعلاني في الفين وستاشر مثل النادي الاهل فيه سيد كامل زاهر امين صندوق المجلس الثالث مع شركة هوا لمس المفترض كان يتم توريد اجهزة ومعدات القناة بقيمة ما يقرب من مليون نتكلم بخمسة مليون كورو الحقيقة انه مجلس ادر النادي الاهل بخياز الكتاب الصوت يبتدي انزعبوا جدا من هزا الامر كبير ايه رعب جدا فضلا انا عندي شراكة مع شركة محترمة هي بتتولى الابداقة على القناة من الالف بلياء واحنا بنتطور الاختاوة انا كنادي اهل ادفع لي هذا المبلغ سمسة مليون دولار حتى لو كان بالاجل لشراء اجهزة ومعدات في الجسديوهات يعني حضراتكم للقناة الحقيقة هو طلب من القائمين على الشركة هذا لا يأخذ الانسوسة مشيخ انه هذا الامر لابد انتعاد يتنظر بلي انه النادي الاهلي مش نيونك في هذا وبعد جواب هذا الكلام وتم بحث الامر والحقيقة بقى الرقي في التعام ورد الفعل كمان من الناس المشترابين الحقيقة شركة ايجل وإعلام المصريين كان القرار على كان في الهيزة ومعدات تتوف تتحمل هاي كان مفترض التجاد الاهلي يتبع من التجاد الاهلي حوال تسعمية الف دولار كم يا سيد شريف تسعمية الف دولار لا تسعمية الف دولار اه اه فبالتالي كل هذه تبالي لم تتحملها خزين التجاد الاهلي وقل غياء قل غياء هذا طب ممكن نتواقف هنا طبعا المعدات هتبقى ملك مين المعدات هتبقى ملك النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي ملك النادي الاهلي بس ده اللي انا عايز اقوله الدعم مش معناها انك انت تلاقى عليا كلام بتقول لي بيعت وعمل ده بيدعم وسايب لك كل حاجة اه بيضاء لا والمدهش المدهش كان النادي ليه هيدفع هذا المبلغ يا حبيبي انا فاهم ما دي عباء كانت هنتكلم عليها في حينها برضو عشان يشوف الفال يعني اه 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 انا 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 عقد شراكة مع شركة بسترة انا كانت روح ادفع ليه قيمة الاجهزة والموائزة رقم التين تمه مجلة الادارة الحالية ونجح لإدغاء هذا العقد ان يتحمل اي تكليفة مجلية والشركة سوف تتحمل قيمة هذه الاجهزة والموائزات التطوير التجوهات القناة والموائزة الحقيقة يعني ادى مبنى بلونج انت قدرت تقول النادي الاهلي اه يعني ماجل انتقدرت النادي الاهلي برئاس كانت وخصوص مصيب كانت تتفضر الحقيقة مش عارك يعني انا تلوك تعليق لهذا الامر وتقدرت تقول لنا اه يعني انا منزهش جدا من هذا الموضوع فالحقيقة ده كان موضوع شغل الساغل الكامل محمود الخطيب ربنا وفاقه النهاردة ولو ازيزي ابراهيم وقدان سلمان تعال الخير اني بإسم مجلس ادارة المادي بتقدم بخالد شف غاية التخدير لهذا التعامج الحقيقة ده يعطيك امل وتمأنينة انه التعاون سيكون افضل في السنوات المقبلة ان شاء الله وانه القناة ستكون لها رؤية اخرى وسيكون هناك قناة يعلم يعني تليق لسي نادي اهلي وجمح اليد العريض في ظل هذا اشترك انا بشكره احنا بنشكرك عن المداخلة بكرة كانت الخطيبة عنده تكريم في الاهرام الرياضي مش كده اه والحقيقة خليني برضو افضلتك بحكتين مهمين يا سيبراهيم اه اولا المنطقة عارف الكافة محمود الصطيب شبه ينتحر يعني الحقيقة من وقت الحملة الله يكون فؤون الحقيقة اه لا الحقيقة نهون على نفسه ويعطي لصحابي قدر من الراحة فهو الحقيقة عارف انه كمان يعني العمل المتواصل وضغط العمل يعني تعرض لألم في قدمه وضراء العملية اللي كان عملها في ظهر قدر العيد في ألمانيا ودخل المتشفى وألمانيا وأجرى بعض الأشعات وأرتفل طبيبه اللي كان عمله العملية في ألمانيا فالحقيقة الطبيب قال له لا يعني يفضل انني اناظرك يعني في شكل اتشارة كده فعين كافة سفر الحد إلى ألمانيا وده أول مرة نعلن هذا الكلام خلال نامكم المحترم القناة الناجي الأهدي لعمل فحص دوري فقط للمنزل ده وهي فرصة حتى يفصل عن العمل وعن ضغط العمل المتواصل المحيط في هذه الحقيقة فبالتالي الألام التي تتعرض بها بجراء سفر التواصل في اجتماعات التواصل سيبنعوا الحقيقة من تلبيئ دعوة للأهراب الرياضي قدر وسيكون منجوبا عنه بسمي لحضور هذه الاحتيارية وإذا كان في تكريب أو مشابة سوف أتلقى هو قبل ما جاء على طول تلقيت مكلمة مفادها إن الكابتر الخطيب أولا النادي الأهلي وليس سرا يعني علمت أنه قد فاز بكل الألقاب ألقاب الأفضل في كل الاستفتاءات التي دارت ومحل التكريم غدا نمر اتنين معمول تكريم خاص للكابتن الخطيب باحتفالية خاصة غدا بصفته فاز بالأفضل في تاريخ الكرة المصرية في الاستفتاءات بتاعة الأهراب هما كانوا بيرجوا أنه يحضر لو قدر يحضر طبعا هتكتمل النجاح لو ما قدرش الناس ستبقى مقدرة لكن أتمنى أن نشوف الكابل الخطيب يتسلم الجائزة التي يستحقها بالفعل والله منجد حضرتها جدي بمكانها ومحل تقدير واعتبار يدرس الموضوع كده وزا يدر لأنه هذا التكريم من مؤسسة زي الأهرام ما هو من أفراد على فكر هو مؤسسة الأهرام عندما تجري استفتاء فهو استفتاء يعني شارك فيه الجماهير عندما يختار الكابتن كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية أرجو أن يتمتع بهذه اللحظة صحيح أنا متفق جدا مع حدثك وحرك تعلم كمان المكان اللي بتحتلها مؤسسة الأهرام في قلب الكابتن أنا عارف وممكن يعني لكن يعني يدرس أرجو أن يحب يعني يعني إن شاء الله بشمهندس نتمنى أنه يقول صحة وحل أحسن أنا عارف وإن شاء الله إذا قدر يتحامل ويحضر حيبقى كويس ما قدرش إذن ينوب عنه من يختاره المجلس نتمنى الأهرام لها ما كان خاصة في قلب الكابتن محمود الخصيب ومحمود الخصيب ومحمود الخصيب نتمنى وحرك تعلم بالقلاقة التي تربطوا مع قيادتها الحقيقة حيث رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أن هذا التكريم من قبل الجمهور وهذه مؤسسة العريقة ومحل تقدير من الكابتن محمود الخصيب نتمنى أنه الألام قدم يعني تختفي ويستطيع أنه يحضر لكن في حال عدم حضوره فبالتأكيد هو مقدر جدا والنادي الآن هو مقدر جدا هذا الاستساء ومقام به الجمهور وإن شاء الله نتمنى القدر بأفضل يعني تحيات لحبتك شكرا شكرين لك يا جيدي على الإضافات شكرا جزيلا للأستاذ شريف فواد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الآن